موسيقى أراحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباه الطراب الشخصية الهستيرية الهستريونيك برسناليتي ديس أوردر شنو هذا النوع من الاضطرابات اللي كثير من أخواتنا الفتيات عرضة للإصابة في هذا النوع من الطرابات طبع الحصائيات تقول والدراسات أن الإناث أكثر عرضة للإصابة في هذا النوع من الرجال شنو هو؟ وايد ناس لما نقول لهم أن هذا تشخيصك تلاقيه يكون دفاعي ما يتقبل لما يقرأ ويفهم ويعرف تلاقيه ما يتقبل مثل هالنوع من التشخيصات هو مو قراءة كف يا جماعة ولا احنا قاعد نوصف نمط شخصية لا احنا قاعد نوصف مرض أو اضطراب بحيث أن نتعرف على أعراض هذا المرض ونعالجه مو علشان نقول والله أنت الشخصية الفلانية ولا أنت الشخصية الفلانية مو شدي مو بهذه الطريقة اضطراب الشخصية الهستيرية الهاجس الأساسي عنده أن يكون هو محور الاهتمام وسط الآخرين لما يكون قاعد مع الناس لازم يكون هو محور الاهتمام ويتضايق يتضايق ويحزن حتى لو بينه وبين نفسه من غير ما يعبر بهذا الشيء إذا كان مو هو محور الانتباه فعلى سبيل المثال واحدة تروح عرس ودهن رايح عرس هي معزومة ودهنها تكون هي العروس ودها تكون هي اللع الكوشة بعض الأحيان طبعا هو درجات بعض الأحيان تكون البنت تتصرف وكأنها هي العروس تأخذ الأنظار عن اللي قاعدة على الكوشة ما يصير هزين مو يعني يومها هذا انت ما لتشغل في بعض الفتيات لا تتعمد تلبس الأبيض علشان تأخذ عيون الناس اللي قاعدين وتنافس العروس اللي قاعدة خاصة إذا كانت هذه البنت مو متزوجة هذا النوع من الطرابات الشخصية كثير المشاكل بسبب عدم اهتمام الآخرين له أو بسبب عدم إعطاء الاهتمام المناسب أو الانتباه المناسب هاجس الرئيسي هو سلوك لفت الانتباه يا أما يلفت الانتباه بالملبس يلفت الانتباه بأمراض معينة وراح أشرحها يلفت الانتباه بطريقة الكلام والتعبير عن المشاعر يلفت الانتباه عن طريق حركة بالجسد أو حركة يعني تعابير الوي أو أشياء معينة ممكن يسويها ممكن الناس يقولوا اللبس يعني تلاقي الشخصية الهستيرية تلبس ألوان ملفتة للانتباه وتهتم وكأنها رايحة عرص بينما هي رايحة دوام ليش؟ علشان لما تمشي في الممر الكل يطالعها وينبهر من شكلها وكذلك الرجل مو بس البنت تلاقي ريحة البخور ولا العطر تعطعط من أول الممر يشمون هالموظفين فيه ولازم ماشي على سنقة عشرة وبعض الأحيان يطلع مدالية سيارته الفاخرة الغالية علشان يوري الناس أنه عنده هذه السيارة فالطلاب الشخصية الهستيرية مو فقط عند البنات لأ حتى الريايل ممكن يسونا ولكن الأكثر يكون عند البنات ممكن تهيني واحدة تقول لي نزين أنا ما ألبس بهذه الطريقة ولا ألفت الأنظار بهذه الطريقة نعم ممكن أن أنا ألبس عبات إنسانة ألبس عباية ولا أحط مكياج ولا أحط عطر بحيث أن ألفت انتباه أحد أقول لها نعم ما تسويين هذه الأشياء ولكن نوبات الصرع اللي قاعدة تهيلك اللي فحصتي ولقيتي أن ما لها أي سبب واضح عضوي عند ديكاترة مثلا الأعصاب هذه معناتها أن أنت قاعدة تحاولين تلفتين انتباه الناس اللي حواليك مو متعمدة هنا أنا ما قاعد أتكلم يا جماعة أن الشخص قاعد يمثل أنه وتي لنوبات صرع هي تي لنوبات صرع حقيقية وهذه اسمها الكونفيرجن ديس أوردر أو الاطلاب التحولي هو تحول مشكلة نفسية أو ضغط نفسي عند الإنسان إلى عضو من أعضاء الجسد أو إلى الجسد ككل بحيث أن يطيح وتي لنوبات الصرع أو تي لنوبات صرع أو شي شبيه بالشلل ولكنه مو شلل لما تفحصونه عضويا يسوي له أشعة ويسوي له كل الفحوصات المطلوبة للشلل تلاقيه أنه مو مشلول إذا كنتي مو عاجبتش لفت الانتباه ما للملابس الكشخة فهذا يعتبر نوع من نوع لفت الانتباه ترى طيب عندنا تقول لي أنا لا أسوي هذه الحركة ولا ألبس طريقة ملفتة للانتباه أقول لك ماشي لما تقعدين طول الوقت في البيت مع أهلك وعسى ما زعلتي من أي شيء بسيط وقعدتي بينك وبين نفسك كذلك أرجع أقول لكم يا جماعة مو تنثيل قعدت بينك وبين نفسك صارت فشارك وايد حساسة وقعدت تبتشين وتخلين الناس كلهم اللي حواليك ييون شفيك يا بنتي ما يخالف طولي بالك سامحين يا بنتي عادي يا أختي يا زوجتي إذا تسووا الناس معانت جذي وانتي قعدت تبتشين علشان توصلين إلى هذه المرحلة فهذا كذلك يعتبر سلوك لفت انتباه يرجى الانتباه بعد الفاصل راح أقول لكم تكملة على هالنوع من الطرابات بالشخصية سلوك لفت الانتباه أو سلوكيات لفت الانتباه لا تعد ولا تحصى في مليون نوع فلما نتكلم عن عرض من الأعراض هذا ما يعني أنه مدام أنه ما فيني خلاص لا ممكن يكون فيك لفت الانتباه بس بطريقة مختلفة زين هل حب تميز شي سلبي السؤال هنا لا مو شي سلبي إذا كان تميز وحصول على الانتباه الآخرين بطريقة صحية أبدا ما يعتبر مرضي يعتبر صحي شلون نجاحك في الدراسة وتركب على الستيج ويصف قولك لما تاخذ شهادة تقدير نجاحك العملي ويظهر اسمك والناس تذكر اسمك بالخير تميزك التربوي بأخلاقك أو بتعاملك مع أبنائك هذه كلها من علامات التميز تطورك المستمر هذا كلها من علامات التميز المقبولة المحمودة الصحية اللي مو مرضية بنفس الوقت ما تزعل إذا ما نجحت في اللي يحبون لفة الانتباه أو الشخصية الهستيرية توصل معاها لمستوى أنه ممكن أخرب على فلانة مقابل بس أن أنا اللي أكون مميزة في المكان اللي أنا فيه مع أني أنا في قرارة نفسي أدري أن أنا ما استحق هذا التميز أو هذا التقدير أو هذا الانتياز توصل عند بعضهم أنه ممكن إذا زميلتها في الجامعة يابت علامة عالية تروح تقول لحق الدكتور ترى هذه غشة بينما هي مو غشة ليش لأنه ما تبه هذه الإنسانة تكون أحسن منها سؤال ينطرح من متى يبلش من أي عمر يبلش الطراب الشخصية الهستيرية عموم الطرابات الشخصية تبلش من عمر 18 نظريا تنتهي بعمر الأربعين ولكن مو بيوم عيد ميلاده الثمنتعش أو عيد ميلاده الأربعين تنتهي لا قبلها يكون فيه بوادر في بعض الملامح على الطرابات الشخصية تسمى آثار الشخصية المضطربة آثار أنه لو استمر على هذه الطريقة احتمال لما يصير عمر 18 يكون عنده الطراب الشخصية وبعد الأربعين لو كان عنده مصاب بهذا النوع من الطرابات بعد الأربعين كذلك تستمر بعض الآثار الخفيفة إلى أن يكبر الإنسان ويظل معها مع الكبر إلا إذا تم علاجه مبكرا أو تم تأهيل هذا الإنسان مبكرا لأنه علاجه يأخذ وقت شوية طويل الشخصية الهستيرية يعني كثير مراتني واحدة زوجة تقول لي أنا زوجي ما بقى شي ما سويت له توكيل أنا معطيته عام توكيل بنكي أنا معطيته حسابي يعني حساباتي البنكية أنا معطيتها إياه فلوسي شنو يبي أنا أسوي للي أهوى يبي ليش أهوى في المقابل ما يسمع كلامي أوكي المضطرب بالشخصية الهستيرية يفسر العلاقات الشخصية تفسير مختلف عن الآخرين بمعنى الزواج عنده لا معنى مختلف يبالغ في معنى الزواج يبالغ في معنى الحب أنا أحبك إلى درجة أن أعطيك توكيل وأعطيك أرصتي البنكية وأعطيك كل ما أملك اللي وراي ولدوني لأن أنا أحبك ويتوقع في المقابل هو يعتقد أن هذا الطبيعي بالعلاقة الزوجية أو علاقة الحب ويتوقع في المقابل أنك أنت تعامل نفس المعاملة مجرد ما أنت ترفض لطلب صغير تلاقيه نهار ويطلع لك الأولي والتالي على اللي هو سوى لك إياه زينا أنا ما طالت منك أنت تسوي لي هذا كله أنت اللي من كيفك سويت لي أنا أسميهم المليونير العاطفي شو لما أنت إنسان موظف طبيعي معاشك معاش عادي متصادق إنسان ملتي مليونير ويحبك هذا الملتي مليونير لله فلله ما ييبي منك شيء أبدا ولا قاعد يحسسك بالنقص أبدا يوم مهديك ساعة غالية يوم مهديك سيارة غالية يوم مهديك على الفرست كلاس مسفرك يوم مهديك في فندق هذا خوش صديق صح هذا النوع من الأصدقاء لو كان يعملك بهذه الطريقة وصار عيد ميلاده شنو رح تسوي شنو رح تهدي هدية عيد ميلاده تضطر أنك أنت يمكن تقول هذا شا سوي له هذا أخذ قرض عشان أهدي هدية تناسب اللي هو قاعد يسوي لي شفت الحيرة اللي تكون فيها هذه خنشيل الجوانب المادية ونحط الجوانب العاطفية تلاقي المطالب بالشخصية الهستورية يحبك وايد يبالغ في حبه لك لدرجة أنك أنت تحتار هذا شلون أنا أقدر يعني شلون أقدر أتفاعل مع الحب ما لهذا أو شلون أنا أرضي اتجاه الحب اللي عنده يزعجك يخوفك يخليك مو على بعضك يخليك متوتر يربكك في حبه لك واهتمامه فيك ليش؟ لأنه هو مو متعمد نرجع نقول يا جماعة هذا كله مو متعمد وهو قاعد يعتقد أن هذه الطريقة الطبيعية والصحية للتعبير عن مشاعر الحب هذه الطريقة الطبيعية والصحية للعلاقة بين الأزواج هذه الطريقة الطبيعية الاهتمامي في أبنائي حتى الأبناء ممكن الشخصية الهستورية يتعامل مع الأبناء بطريقة مبالغ فيها حب مبالغ فيها اهتمام مبالغ فيها حماية مبالغ فيها ويعتقد أن هذا هو الطبيعي يرجى الانتباه يا جماعة يرجى الانتباه إذا كان عندنا مثل هالنوع من المشكلات لازم نطلب مساعدة من أحد مختص ولازم نراجع أنفسنا علشان نعرف شلو نتعامل مع هذه الانفعالات اللي عندنا يعطيكم العافية اشتركوا في القناة